مع دقيقة المتمير كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية أخي الفلاح أختي الفلاحة هذا النهار سنتكلمون على أهم نصائح التي تم حسن تدبير الماء بنظام سقي بالتنقيد القوتاقوت الأشجار المتميرة والخضروات فكيف ما كتعرفوا جميع بأن المحافظة على الماء أولاقري في جناب العروق دي المغروسات هي الطريقة المزيانة باش نرفع من نجاعة دي الحسن تدبير استعمال ماء ونوصلوا الانتاج عالي وجودة مطلوبة في السوق فالسقي بالطرق التقليدية بحل الربطة ما صالحاش كيضيع الماء وكي نقص من الجادة دي اللانجري وكيساعد الربيع والأمراض باش تكاتر هنا نتفق جميع بللي الطريقة المزيانة باش نوصلوا لانجري جنب العروق دي الشجر والخضروات ونظام سقي بالتنقيد القوتاقوت أو اللي كي تسمى ريت تخصيبي أخي الفلاح وكتي الفلاحة فحسن تدبير سقي بالتنقيد كيساعدنا باش أولا نقص من ضياء دي الماء ونتحكموا في المقدار والوقت دي الماء سقي ثانيا نوصلوا الماء ولانجري قرب الجذور ونوفروا من تكلفة دي الماء وهنا نذكركم بالحويج اللي لا بد نردو لها البال أولا نعطو الماء بالكمية الخاصة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ثانيا نقوموا بالصيانة اللازمة دي المحطات وآليات معدات سقي وثالثا الفتوحات دي القوتورات يمكن تغلق هنا ننضفوها ونصرحوها بالمحلول حمضي أخي الفلاح وكتي الفلاحة وبهن نتفادوا هاد المشاكل دي الضياء الماء لازم نستعملوا بعض المعيدات لكي تساعدنا في الزيادة أو النقصان من نتسقي وندكروا مننا أولا الأجهزة دي المراقبة ضغط الماء وتانيا الآليات دي الضبط وقياس كمية الماء وقت سقي ولذي تساعدنا نحسبوه نتبع المقادر دي الماء لحساب الاحتياجات دي الفلاحة طول موسم وفي الأخير أخي الفلاح أختي الفلاحة نتلح باك الله بنعمة تواجد الماء في ضيعة ديالك نذكرك بأن النسبة دي الفلاحة لكي يستعملوا هاد المعدات والأدوات دي الضبط وتقنية استعمال الماء بالتنقيط ما زال نقصة وبأن المستقبل دي الفلاحة بصفة عامة مرتبط بحسن تدبير الاستعمال دي الماء والعلم ما زال كي يطور العديد من الطرق والأدوات لازم تعرفوا عليها ونستعملوها مزيان لأن الماء غادي وتيقلال والطالب عليه غادي غير في الزيادة والله المعين مع دقيقة المتمر اليد في اليد من أجل فلاحة متمرة ومستدامة